اشتركوا في القناة بيوت الله في الأرض الإجابة طبعا المساجد إذن المساجد هي بيوت الله في الأرض ومن أجل ذلك فإن الله قد قال الله تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا لذا علينا نتعرف عن الأداب المتعلقة بالمساجد أو بيوت الله في الأرض أول من هذه الأداب أن ندخل بالرجل اليمنى ثم نقول هذا الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وأيضا من الأداب التي مرتبطة بالمسجد إذا دخلت المسجد فلا أجلس حتى أصلي ركعتين تحيات المسجد وننتقل بعد ذلك أبني إلى الصفحة التالية لنبين النشاط واحد وهو يدور حول تعاون مع زميلك في بيان الأمور التي يمكننا فعلوها إذا دخلت المسجد وصليت ثم جلست أن تنتظر إقامة صلاة الفريضة من هذه الأمور أولا التحل بالوقار والسكينة ثم قراءة القرآن الكريم بعضا من الصور ثم نصل الركعتين تحيات المسجد ثم أيضا نشغل أحيانا بالأذكار والإدعية وقراءة بعض الكتب الموجودة بالمسجد ثم ننتقل إلى أدب آخر من أداب المساجد وهو المحافظة على نظافة المسجد وبالتعاون مع مجموعة نحاول أن نذكر بعض الوسائل التي تعين على المحافظة على نظافة المسجد ومنها عدم رمي المنديل أو الأوراق في المسجد وعدم رمي بقايا السواك وأيضا عدم إحدار الطعام والشرب داخل المسجد وأيضا يضاف إلى ذلك أدب آخر من أداب المسجد ومنها لا أوذي الحاضرين برفع الصوت أو غيره وهناك نشاط آخر يدل على أمثلة لبعض الأعمال التي تدل على العبث المكروه في المسجد ومن هذه الأفعال الضحك والمزاح في المسجد اللعب بالأدوات المسجد استخدام الموبايل داخل المسجد أو الكلام أو الرد على المكالمات وهذه من الأمور المكروهة في المسجد وبعد ذلك ننتقل إلى الأدب الخامس يا أبنائي وهو إذا خرجت من المسجد فيجب أن تخرج بالرجل اليسرى وأن تقول بسمك اللهم اللهم إني أسألك من فضلك وهكذا يكون قد تم معنا ذكر أهم أداب المسجد وننتقل بعد ذلك إلى أسئلة التقويم هناك طبعا مجموعة من الأفعال نحاول أن نصنفها إلى صنفين الصنف الأول أداب المسجد والصنف الثاني مخالفات قد تقع من بعض المصلين في المسجد ونجعلها في جدول كالآتي من أداب المسجد الأبنائي تنظيف المسجد صلاة تحية المسجد خفض الصوت في المسجد السلام إذا دخلت المسجد على من هو موجود ثم قراءة القرآن وقت انتظار الصلاة ثم الصفافة في الصف الأول في أمن المسجد وأما عن المخالفات فمنها رمي المناديل ورمي بقايا السواك ورفع الصوت والعبث في المسجد واللعب بأدوات المسجد من المصاحف وغيرها والصلاة منفردا خلف الإمام اكتب مقالا عن أهمية العناب المسجد في أربعة أسطر الحقيقة أن المسجد لها أهمية عظيمة ولهذا الأمر فيجب الاهتمام بالمسجد وتعظيمها حيث أن ذلك جزءا لا يتجزأ من تعظيم الدين فالمساجد من أعظم الأماكن فاهتم بنظافتها والمحافظة عليها فبيوت الله في الأرض المساجد أما عن السؤال الثالث فهو أجب صح أو خطأ بداية السؤال ألف أدخل إلى المسجد بقدمي اليسرى الإقابة خطأ لا أعبث ولا ألعب داخل المسجد الإجابة صح أصلي ركعتين إذا دخلت المسجد قبل أن أجلس وهذه العبارة أيضا صحيحة وإلى هنا ينتهي درسون اليوم يا أبنائي على أمن اللقاء بكم في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودمتم في رعاية الله وأمنه وحبظه